الحوار السياسي نحن لن نرفق الحوار السياسي ولن نغيب عن جنيف لأن الغياب سيعتبر أننا غيبين بدون سبب أو من غرض التعطيل ولكن ناتي إلى جنيف ونقول كلمتنا وتبيتنا سيكون وفد من داخل قبة البرلمان باختيار من مجلس النواب سيضع علية لاختيار مجلس النواب يخترم عن طريق الدولة عن طريق مجلس النواب مجلس النواب هو صاحب الشان في هذا الأمر لكن سيختار اللجنة بإذن الله من الوطنيين ستشارك هذه اللجنة بعناصر وطنية وبثوابت معينة مع عدم السماح لهم بالتوقيع إلا بعد العودة إلى الشعب الليبي وموثل الشعب لمجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد أيضا طلبنا من بحثة الأمم المتحدة يطع أسماء الأربع عشر فرد اللي هاي شاركوا لأنه لا يمكن نقبل أسماء مجهولة ربما تكون من المعارضين أو غير المرغوب في مساركاتهم أيضا طلبنا تحديد المدة وعالية عامل اللجنة وهذا شيء يعني يحسب لمجلس النواب وكان موقف جريء نحن ننتظر رد من بحثة الأمم المتحدة نسمح بأن يتدخل أحد في اختيار من يمثل الشعب الليبي في قطاع النفط بينا لهم أن الشعب هو من أغلق حقول النفط وليس مقصود من زيادة أسعار النفط أو إبعاد شركة أو تقريب شركة أو ابتياز جديد إنما المطلوب منه تعادل التوزيع لدخل النفط وضع ألية جديدة تغيير الأشخاص اللي فشلوا في إدارة النفط وموسط النفط المسرف المركزي أيضا أعتقد أن هناك استجابة كبيرة في هذا الشأن من المجتمع الدولي حسب الأشخاص التي تقين بيه وأيضا السيد غسل السلامة متفهم جيدا كما قال لي أنه فعلا يجب التغيير فيما يتعلق بمسرف الليبيا المركزي وفي الأيام الماضية عن عقد الجلسة في المسار الاقتصادي أعتقد أنها تجت إلى خطوات جيدة لكن لنؤكد أن ثوابة الليبية لا تفرط فيها نحن لن نقبل أي تهديد أو مساومة فيما يضع بحقوق الليبيين يطمئن الشعب الليبي أنه ما يفرش علينا حد من يشارك كما يقال في القنوات اتصلت بفلان واتصلت بأولان